السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في فيديو جديد وصفة جديدة أتمنى أن هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سنشارك معكم واحد طاجين اللي كان حمق عليه أنا شخصيا طاجين ديال الأخطوبوت أو الأزايز بلاسو ستومات تقولوا لي في التعليق شنو كتسميه انتما في المناتق ديالكم عندي هنا يا أزايز هو هذا الأخطوبوت اللي كان غسله مزيان واحد اللي كحولية كتكون فيه بحل شكل ديال السيبيا كان غسله مزيان في الأول وعاد من بعد كان دوزوا باش كان وجدوا الطاجين ديالنا عندي هنا في طاجين كان دي شوية ديال الزيت البلدية وكان زيد عليها دريس ديال التومة كان خليو هاد الزيت باش كتشحر مع ديال التومة وعندي هنا في كاصرونة كان زيد معا شوية ديال الملح وطريف ديال الحامض وكان خلي ما داك لما كي طيب بالنسبة للطاجين ديالي كان نزيد عليها لبصلة خطارية وكان خليها تشحر مزيان حتى كالدبال وهنا بالنسبة للماء من بعد ما اغلى كان بدنا نهبط فيه ذاك ازايز او لذاك الأخطوبوت كان هبطوه كان حسب 3 ثلاثه وكان طلعه كان عود نهبط المرة الثانية عاد المرة الثالثة كان خليه باش كيتسلق ولكن ما تخليه شي تسلق بزاف عشرة دقيقة كافية الى التسلق بزاف كي يقولي بحلسك وكي يقولي قاسح هو هذا البحش كتلك العمار الى فوق توليه الطياب ما كيجيش بقي زوين هنا يا ممكن ان في هاد المدسي حتى واحد الورقة ديال سيدنا موسى كتعطي واحد المدق زوين لانه في واحد شوية ديال الزفورية صف هناك كنخليه كيتسلق كل ما كيزيدي تسلق كل ما كيتبدل لون ديال وكي ما غادي تشوفو خسيت تغسل مزيان من قبل وإلا كيولو عندكم هاد العوينة اللي في كيولو عامر يبديك الكوحولية تغسلوه مزيان من قبل عاد كتزيرو كيتسلق أنا بنسبة لطاجن ديالي من بعد ما كتشحر لي ديك البصلة مزيان كنزيد لها واحد جوش حبات كبار دماطيشة اللي كنقطعهم ولا تزيدو لها السوستومات هنا كنزيد ديك مغطيشو كنخليها حتى كتلق داك المو وكتعلي كلينا وبالنسبة لأخطبوط ديالي بعد ما دازت عشرات دقايق كنخلي هنا واحد لمدة ديال عشرات دقايق سفيك نبدأ نخشي فيها كالموس أو لفرشدة كاللقان نبدأ كيرتبص فيك نحيدو كن هنا كنجي كننقيه كنحيد لي هادا الطربوش اللي كيكون هكا الفوق هنا فاش كالطربوش كنحيدو كالطرما هنا بالنسبة لهاد ازايز اولاد اخطبوط عنده بزاف ديال طرق ديال الطياب ديالي وممكن انكم تقلي وممكن انكم تديروها كبعا صلاة ممكن انكم تشحروها كاية مع البصيلة ولكن بحلقة بلاصوس كيجي بنين هنا هاد القشرة هي اللي قتليكم كتبدو تحكوها كاية بالموس وكن نحيدو لي هادا كيكون واحد العظم كتحيدته هواية سوفو كنبدو نحكوها كاية بالموس او اللي بيدينا كنحاولو اننا كننقصو هي باش تحيدو ديال القشرة كاملة رعا صعيبة ديك الجلدة صعيبة مهم كتنقصو غير واحد شوية بعضا وكتبدو تمسحها كاية بيديكم او اللي تغسله انا كنفضل انه وما يتغسله باش كيبقى محافظة على الماتاق ديالو صافي هنا من بعد ما حاولت انه ينقيه كنشده كنقطعه ورابدي جهنا يرا كيكون طايب يعني بحالها اكات ممكن تغطيه بحالها اكات زيدو مع الشي صوص كيم ماكت لكم اولا مع الشي صالات معاليب باطسر عنده بزاف ديال الاستعمالات دبادل القيطة ديالو كيكون موجوده التمان ديالو جيد مناسب يعني كيكون بثلاثين درامل كيلورا تمان ديالو مناسب ومن نسبة لمدة الطهيرة تختلف كلي كي يكون الحجم دياله صغير كلي كي يكون الحجم دياله كبير يعني لا حسب الحجم دياله وهنا من بعد ما كان نقطع بك كنا نحاول أنا نقطعه أنا حدا شغل نديره فلسطان نقطعه صريفة كصغار باش نزيده للطاجين ديال فش كي يكون التفش كي يتقلى صراحة كي يجي بنين في القليان كي يجي زوين المرة شي مرة ان شاء الله نشاركه معاكم مقلي أنا الأغلبية كي نديره في الطواجن كي يجيني ساهل وكي يجيني بحلقة كنا كله زع ما كي يكون صحي بالنسبة لديك الماتش كنخليها التكتش حر مزيان عاد كنزيد لها القزبور ومعدنوس وكنزيد لها العطرية شوية ديال الملحة شوية ديال أبزار شوية ديال الحميرة وشوية ديال زرعة القزبور غي شوية من نسبة للعطرية شوية ديال خرقهم غي شوية ممكن انكم تستغنوا على غير من الحاول البزار والتحميرار كافين في هذه الوصفة لأن هذا كبوز ديال عزيز عندو مدق ديال يعني ما محتاج شغال للعطرية بسف نشحر هاد اللاصوس ديالنا كنخليها كما كتلي كنت كتنشف من ذيك المريقة اللي كتكون فيها عاد كنزيد لها العطرية وكنشحرها وكنزيد لها ديال زيزينا من بعد ما قطعناه هنا كن معساة بالفرشيطة عاديش لو كانت تحنة لو كانت تكون جي ماتيشة كم حكوكا كتكون أحزن ولكن ديبات ماتيشة اللي كينة فش كتجي تحكيها ما كتتحكش صراحة مزيين ديال الكونجليا غالبا كتتحيد لقشرة ديال من الأحسن بحلاكا كتتقطع وكنشحر وكنت معساكة بالفرشيطة را كتجي زوينة وكنزيدو عليها داك بوزرو داك كانت تخالف اسم ديال داك الزايز وكنخليو كيتشحر مدة كان خليو غاية واحد ما بين خمسا دقايق طالع عشرة دقايق غا كيشرب داك العطرية وكيتلق المادا قديرو في داك لاسوس سوف نحبس لانا وديش اسلقنا كيمة اكما قلنا يعني ما كيكونش محتاج مدة ديال الطيب كتيرا هنا كنزيد لي وعد شئيط القز برومة الدنس من الفوق كنزيد لي الزيتون طريف ديال الحامض مصير وكنخليو الحار هنا كنخليو كيطيب غاية في المرقة دياله ديجاوة كيطلقته هو المرقة وكنخليو كيطيب غاية في المرقة دياله كنزيدو إلى المرقة الأولو هنا من فاش كيقرر بصافي كتدوها الخمسة دقايق كنزيد لي كما كتليكم قز برومة الدنس كنزيد هذا الزيتون وعندي الهامض المصير اللي ديجا شركت معكم من قبل هاد الزيتون تهوراني موجده ديال الطر وففلة حارة وكنخليو كيتشحر مزيان نقدموه بصحة والراحة نتمنى أن الفيديو ديالني وقتنا الإعجاب ديالكم بارتجيوه مع أحبابكم وصحابكم إلي عجبتكم ووصفة وكنترب لكم وعيد فيديو جاي إن شاء الله وابقا لنقول لكم بصحة والراحة اشتركوا في القناة